اعزائي طلبة وطالبات الصف الاول السنوي اهلا ورحمة بكم في برنامجكم مدرسة عالهو. كل عام وانتم بخير. والامة الاسلامية كلها بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف. حلقتنا نهاردة ان شاء الله في فرح حساب المسلسات. عنوان الدرس الدوال المسلسية. الدوال المسلسية. موضوع مهم جدا. بالنسبة للرياضيات. بالنسبة للرياضيات اهم حاجة فيها الدوال المسلسية بتخش في كل فروع رياضة. هنشوفها في الصف الثاني والصف الثالث وفي الجامعة. فيش مساء الرياضة بتحل من غير الدوال المسلسية فموضوع مهم. الموضوع الدوال المسلسية بيتجزء على اربع مفاهيم. عزيز الطالب اربع مفاهيم لازم نفهمهم. اول حاجة ايه هي الدلة المسلسية. الدلة المسلسية بتربط بين النسبة بين دلعين في مسلس قائم. يبقى بتربط بين النسبة بين دلعين في مسلس قائم. طيب. بتربط بين دلعين في مسلس قائم النسبة بينهم. طيب. انا دلوقتي عايز اجيب النسبة المسلسية الاول. يبقى اول مفهوم الدوال المسلسية. هجيب اول حاجة النسبة المسلسية لزاوية الحادة ولتكن الف في المسلس القائم الزاوية في جيمة. مثلا انا عندي كده. قادي مسلس قائم. وليكن الف به جيمة قائم الزاوية في جيمة. قائم الزاوية في جيمة. الزاوية دي. ولتكن الف الدلع اللي قصادة بنسميه المقابل. واللقصاد الزاوية القائمة معروف الوطر. والدلع التالت هنسميه المجاور. وانت ده لست في العام الماضي. الدوال المسلسية. النسبة المسلسية للزاوية الحادة. الف. مسلا لها جاة وجتها وزاة. ده اللي انت خدتهم في العام الماضي. يعني مسلا ما اقول جاة الف. جاة الف عبارة عن المقابل على الوطر. يعني اقول به جيم على الف. ده بنسميه جيب الزاوية الف. جتها الف جيب تمام الزاوية الف. جيب تمام الزاوية الف. عبارة عن المجاور على الوطر. يعني عبارة عن الف جيم على الف بهم. زا الف زل الزاوية عبارة عن المقابل على المجاور يعني بهجيم على الف جيم. ده اللي انت دلسته في العام الماضي. النسب المزالسية الدولدية ليها مقلوبات. الجا مقلوبها قطع. يعني قاطع تمام الزاوية الف. وبدل الجا مقابل على وطر تبقى وطر الوطر على المقابل. ونقل بالنسبة يبقى الف بها على بهجيم. طيب الجا مقلوبها ايه? قاطع الزاوية الف. بدل الجا مجاور على وطر تبقى الوطر على المجاور. يعني الف به على الف جيم. الزا مقلوبها زطا. بنسميه الزل تمام الزاوية. وبدل الزا مقابل على مجاور يبقى مقابل على مجاور المجاور على المقابل. يعني الف جيم على بهجيم. يبقى الجا اسمه جيبت الزاوية. والجتة جيبت تمام الزاوية. والزا زل الزاوية. والقطة مقلوب الجا قاطع تمام الزاوية. والقا مقلوب الجتة قاطع الزاوية. والزطة مقلوب الزا ظل تمام الزاوية لحد كده ما فيش اي مشاكل يبقى انت خدت الدوال المسلسية الجا والجتة والزا سموها الدوال المسلسية الاساسية ودولة مقلوباتهم ممكن لسهولة الحفظ الجا هنا مفاش ته تاخد حاجة فيها ته يبقى قطع الجتة فيها ته ما تاخدش ته يبقى قطع الزا ما فيهش ته تاخد ته يعني اللي ما فيهش تاخد ته واللي عندها ما تاخدش ته ليه سهولة الحفظ لحد كده ما فيش اي مشاكل عزيز الطالب لازم تفهم ان النسبة المسلسية للزاوية ثابتة ما بتتغيرش الا لو تغيرت الزاوية الا لو تغيرت الزاوية يبقى النسبة المسلسية دي نسبة ثابتة ما بتتغيرش اللي لو تغيرت الزاوية يعني مسلا لو انا قلت المسلس كده القائم لو انا هلعب على الزاوية به يبقى هنا مقابل يبقى ده المقابل وده الوطر وده المجاور المسلس قائم هنا لو انا هلعب زاوية الف زي ما قلنا يبقى ده المقابل وده الوطر وده المجاور يبقى النسبة المسلسية بتتغير لو غيرت مكان الزاوية مكان الزاوية طيب موضوعنا ده المفهوم الاولاني بتاع الدوال المسلسية المفهوم التاني يبقى ده اللي احنا قلناه وشرحناه نيجي بقى لحاجة تانية في ملحظات طبعا الزاو الف خدتها تبقى جاة الف على جاة الف والزاة الف عبارة عن الجاة الف على الجاة الف يبقى صاحة جاة على جاة والزاة جاة على جاة كمان لازم تفهم ان الدلة المسلسية جاة في مقلوبها قطة بتساوي واحد لان القطة دي عبارة عن واحد على جاة يعني جاة الف واحد على جاة الف هيشط ويديك الواحد ده يبقى اي دلة المسلسية في مقلوبها يدي واحد يعني الجاة مقلوبها مين ق يدي واحد الزا مقلوبها مين الزاة تساوي واحد طبعا دي حاجات لازم تبقى احنا فاهمينها وعرفينها بتيجي ازاي ونخلي بنا طيب بعد كده عايز بقى موضوعنا النهاردة هدرس دايرة الواحدة ايه هي دايرة الواحدة دايرة الواحدة عبارة عن لو انا مسلا عملت دايرة بالمنظر ده يبقى المفهوم التاني هناخد دايرة الواحدة يبقى اول مفهوم في الدواء المسلسية اخدنا النسب بتاعت الدواء المسلسية والدواء المسلسية ستة تلاتة اساسية وتلاتة مقلوب الجا والجاة والزا دي الاساسية والمقلوباتهم قطا وقا وزا لو انا عملت بقى ايه هي المفهوم التاني المفهوم التاني دايرة الواحدة ايه هي دايرة الواحدة طبعا مهمة جدا لو انا عملت كده محورين ادي دايرة وعملت محورين لاي نظام احداثي متعامد خلي بالك معايا ولكن هنا سين وهنا صاد ده المحورين دايرة الواحدة دايرة تسمى دايرة وحدة لو مركز الدايرة عند نقطة الاصل وطول نصف كترها وحدة وحدة يعني واحد يبقى اي دايرة يبقى اي دايرة طول نصف كترها واحد ومركزها في النظام الاحداثي نقطة الاصل برقال ان دي دايرة وحدة يبقى مركزها مركز الدايرة نقطة الاصل وطول نصف كترها الواحدة يعني واحد صحيح لو انا فرضت نقطة ولتكن سين وساد على دايرة الواحدة يعني اكني كده مشت سين وطلعت ساد مشت سين وطلعت ساد نقطة على دايرة الواحدة طيق على دايرة الواحدة يبقى اقدر اقول النقطة دي كام وكام طبعا واحد لها سين وما لها الصد النقطة التانية عشان نصف كتر واحد هيبقى سالب واحد وصفر النقطة دي هتبقى سفر وواحد النقطة دي هتبقى سفر وسالب واحد يعني معنا كده اقدر اقول ان سين تنتمي للفترة المعلقة سالب واحد وواحد سالب واحد وواحد سين تاخد القيم ما بين تاخد سالب واحد وواحد وقام اللي بينه واقدر اقول النصات تنتمي برضو للفترة سالب واحد وواحد ومن هنا اقدروا عملوا معادلة مهمة جدا في حساب المسلسات معادلة دايرة الواحدة جابوها من نظرية فيساورس اه طبعا اما اقول سين تربيع زائد صاد تربيع هتساوي واحد دي تسمى معادلة دايرة الواحدة ودي من المعادلات المهمة في علم حساب المسلسات شوف كرة تاني عزيز الطالب الرسم اللي انا عملتها اهي وزا ما انتا شايف ان محور دايرة الواحدة محور السنات بيقطع دايرة الواحدة في النقطتين واحد وسفر وسالب واحد وسفر وبيقطع محور السنات في سفر واحد وسالب واحد والسنتجنا ان معادلة دايرة الواحدة عبارة عن سين تربيع زائد صاد تربيع بتساوي واحد يبقى دايرة الواحدة في اي نظام احداثي الدايرة اللي مركزها نقطة الاصل ونصف كترها وحدة الاطوال يعني واحد دي يقال ان هي دايرة وحدة طيب هبتدي بقى اجيب الدوال بصورة افضل على دايرة الواحدة يبقى انا دلوقتي هجيب الدوال المسلسية لزاوية الحدة ومقلوباتها مقلوباتها على دايرة الواحدة شوفي حبيبي طبعا هنا نرجع تاني للرسمة ايه دي مسلا الرسمة اهي لو انا حبيت اجيب الجاه جا سيتا زي ما قلتلك من شوية عبارة عن المقابل على الوطر دي زاوية موجهة الزاوية الموجهة دي سيتا عبارة عن جا سيتا عبارة عن ايه المقابل على الوطر المقابل هنا صاد والوطر واحد يبقى صاد على واحد بصاد اللي بالك انا دلوقتي بجيب الدوال المسلسية للزاوية الحدة ومقلوباتها على دايرة الوحدة. يبقى ازاي والموجهة دي. ضلعها اللي ابتدائي محور سنات الموجب. والضلع النهائي نقطة على دايرة الوحدة. ليكون مسلا واو بي. وهنا واو الف. اللي ابتدائي واو والنهائي واو بي. احداث النقطة بتاعها هفرض ان هو سن وصد. نقطة على دايرة الوحدة. يبقى الجزب انت عارف مقابل على وطر. يعني صد على واحد اطلع بصد. طب جتاهه مجاور على وطر. يعني السين على واحد بسين. وانا لسه اقل لك ان ازاي كمان عبارة عن مقابل على مجاور. يعني صد على سين. مقلوب الجا حاجة فيها ايه? يبقى قاطع. يبقى بدل مقابل على وطر. وطر على مقابل. يعني واحد على صد بشرط النصاد لا تسوي السفر. اش هتبقى معرفة. جتا سيتا مقلوبها قا سيتا بدل مجاور على وطر. تبقى وطر على مجاور. يعني واحد على سين وسين لا تسوي السفر. زا سيتا مقلوبها. زا سيتا مجاور على مقابل. يعني بدل صد على سين تبقى سين على صد. طيب. انت كنت بتقول ان سين تنتمي للفترة المغلقة سلب واحد وواحد. وطلعت سين هي بتساوي جتا سيتا. يعني معنى كده. ان جتا سيتا ومنها. اقدر اقول ان جتا سيتا تنتمي للفترة المغلقة سلب واحد وواحد. قلت بتقول ان صاد بتنتمي للفترة المغلقة سلب واحد وواحد. وقدر اقول ومنها الصاد اللي هي الجا. اللي هي صاد على واحد يعني صاد. يبقى معنى كده ان الجا سيتا هتنتمي للفترة المغلقة سلف واحد وواحد. في الزواية المتكافأة. يعني زاوية بتكافئها زاوية تاني. دي بتبقى لها نفس الدوال المثلثية. زواية المتكافأة بيكون لها نفس الدوال المثلثية. طب ناخد مسألة كده على الحتة دي. يبقى انا بس عايز اسبت مفهوم. الزوج المرتب على دائرة الوحدة. سين وصاد. صادية بتاخد جا سيتا. الاحداث التاني. والاحداث الاول هياخد جا سيتا. ويبقى الزا. الاحداث التاني على الاحداث الاول يعني صاد على سين يعني جا على جدا. تمام. نشوف كده مسألة على الحتة دي. اما جاقول اوجد الدوال المثلثية. اوجد الدوال المثلثية للزاوية التي قياسها سيتا. اذا كان ضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة. في النقطة سين وسالب كزر تلاتة على الاتنين. هو عايز الدوال المثلثية. ما قالش الدوال المثلثية الاساسية. يعني لازم نجيب الاساسية اللي هي الجا والجاتة والزاوية ومقلوباتها قطة وقاوزة. النقطة دية واقع على دائرة الوحدة. نجي نقوله بما ان النقطة واقعة على دائرة الوحدة. قلي بالك. يبقى اعمل معادلة دائرة الوحدة. معادلة دائرة الوحدة اللي هي سين تربيع زائد صد تربيع بتسوي واحد. السين هنا هي السين يبقى سين تربيع زائد صد اللي هي سالب كزر تلاتة على الاتنين لكل تربيع بتسوي واحد. يعني سين تربيع زائد تلاتة على اربعة مربع سالب كزر تلاتة تلاتة على مربع الاتنين اربعة بتساوي واحد. هوادي دي الناحية التانية. يعني سين تربيع بتساوي واحد ناقص تلاتة اربعة. يعني تطلع بربع. يبقى ازا سين تساوي موجب او سالب جزر الربع. يبقى موجب او سالب نص. يبقى انا عندي احتمالين. اما النقطة خلي بالك معايا. عشان هو ما حطش اي شروط. اما النقطة سين بنص وسالب جزر على اتنين. اما نقطة سالب نص وسالب جزر تلاتة على اتنين. يبقى النقطة هتبقى نص وسالب جزر تلاتة على اتنين. او النقطة عبارة عن سالب نص عشان تلات موجب او سالب نص وسالب جزر تلاتة على اتنين اللي هو مدهنة. عايزة اجيب بقى الدوال المسلسية. هنقول بقى الدوال المسلسية. للزاوية سيتا. جا سيتا. هيبقى الاحداث التاني. اللي هو بتاع ساد. بتساوي ساد. يعني سالب جزر تلاتة على اتنين. طب جا سيتا. هتبقى الاحداث السيني. اللي سالب جزر تلاتة على اتنين على نص. تطلع بسالب جزر تلاتة. دولة دوال المسلسية الاساسية. مقلباتهم بقى. يبقى قطة سيتا. تبقى سالب جزر تلاتة على اتنين. تبقى سالب اتنين على جزر تلاتة. نشقل بها. نقلبها. الجتا مقلبها قا. يبقى قا سيتا. بدل نص يبقى اتنين على واحد يعني اتنين. وزطا سيتا هتبقى سالب جزر تلاتة يبقى سالب واحد على جزر تلاتة. حامل ايه بسيطة جدا ما فياش اي مشاكل. نفس الكلام للنقطة التانية. جا سيتا الاحداث الصادي. يبقى سالب جزر تلاتة على الاتنين. جا سيتا هتبقى سالب نص زا سيتا هتبقى سالب جزر تلاتة على الاتنين. الاحداث الصادي على الاحداث السيني. هتطلع السالب مع السالب والاتنينات راحت. تطلع بجزر تلاتة. مقلوب جا قلنا قطة سيتا. تبقى بدل سالب جزر تلاتة على اتنين تبقى سالب اتنين على جزر تلاتة. مقلوب جا سيتا. بدل سالب نص يبقى سالب اتنين على واحد يعني سالب اتنين. مقلوب الزا سيتا يبقى زطا سيتا. بدل جزر تلاتة تبقى واحد على جزر تلاتة. عشان دي جلست على واحد مش قلبها يبقى واحد على جزر تلاتة. يبقى انا خدت كده مفهومين الدوال المسلسية ومقلباتها على دايرة الوحدة. وخدنا ايه هي دايرة الوحدة في الاول. هنيجي بقى ناخد ممكن احنا قلنا الدرس مقسم بتاع الدوال المسلسية لاربع اقسام بيحتوي عليهم الدرس. ايه هي الدوال المسلسية ومقلباتها على دايرة الوحدة? وايه هي اصلا في الاول ايه هي دايرة الوحدة? وايه هي الدوال المسلسية ومقلباتها على دايرة الوحدة? هنيجي بقى نستخرج اشارات الدوال المسلسية من دايرة الوحدة. يبقى استخراج اشارات ده المفهوم التالت استخراج اشارات الدوال المسلسية من دايرة الوحدة. مقلبة جدا بقى يا حبيبي دي تخلي بالك منها الاشارات دي. برضو لو انا عندي دايرة بالمنظر ده. زي ما انت شايف كده. الدايرة دية قادي المحورين. قادي محور سين. وقادي محور صد. ودي دايرة الوحدة. وهقول هنا ده سين هنا موجبة. قصد موجبة. يبقى دا الربع الاولين السين اكبر من السفر. عزيستخرج اشارات الدوال المسلسية من دايرة الوحدة. وطبعا هنا الربع ده صد اكبر من السفر. سين اكبر. وصد اكبر. موجبين. طب الربع التاني هيبقى الصين اقل من السفر سالب. وصد موجبة. اكبر من السفر. هنا الصين سالبة. والصد تحت سالبة. هنا الصين اكبر من السفر موجبة. والصاد أقل من السفر سالبة ده الربع الأولاني طب الربع الأولاني ده بيجي منين من الفترة المفتوحة سفر وتسعين درجة كلنا عارفين أن باي بالتقدير الدائري بتكافئ مية وتمانين درجة بالتقدير الستيني عارفينها من الدرس اللي فات يعني أقدر أقول التسعين درجة دي عبارة عن تقديرها تدقير يبقى باي على الاتنين يبقى التسعين معناها باي على الاتنين والفترة المفتوحة من تسعين لمية وتمانين ده الربع الثاني اللي هي معناها باي والمية وتمانين المتين وسبعين الفترة المفتوحة اللي هي معناها تلاتة باي على الاتنين لازم تفهم ان الباي مية وتمانين درجة بستين تلاتة باي على الاتنين يعني تلاتة بتسعين على الاتنين تطلع متين وسبعين درجة. واتنين باي اتنين في مية وتمانين يعني تلتمية وستين درجة بهنا تلتمية وستين درجة اللي هي معناها اتنين باي. يبقى الربع الاولاني الفترة المفتوحة من سفر لتسعين درجة او من سفر لباي على الاتنين. ده الربع الاول. الربع التاني يبقى الفترة المفتوحة من تسعين لمية وتمانين. الربع التالت من تسعين من مية وتمانين لمتين وسبعين. الفترة المفتوحة ربع الرابع من متين وسبعين لتلتمية وستين. يبقى على حسب انت اي للنجاه الاحداث الصادي طيب وجتها الاحداث السيني يعني لما جاء الاحداث الصادي وجتها الاحداث السيني يبقى هنا كل الدوال موجبة في الربع الاول كل الدوال موجبة في الربع الاول كل الدوال المثلثية موجبة في الربع الاول لما تيجي تحسب برضو الجاة قلنا الاحداث الصادية والجاة الاحداث السيني هيبقى ربع التاني هيظهر ان الجاة ومقلوبها موجب يعني الجاة والقطف ربع التاني موجبين والباقي سالب الربع التالت برضو سين سلبة وسط سلبة هيظهر ان الزاة موجبة والزطاة موجبة مقلوبها والباقي سالب الربع الرابع هيبقى هيظهر السين موجبة والصات سالبة هيظهر ان الجتا موجبة والقا موجبة والباقي سالب يعني نقدر نقول كده الربع الاول الفترة المبتوحة من سفر التسعين او من سفر الباي على الاتنين كل الدوال موجبة في الربع الاول طيب الربع التاني اللي هو فيه سين سالبة وصات موجبة وقلنا الصات تعني جاه والسين تعني الجتا الربع التاني ده هيبقى الجاه ومقلوبها موجب وباقي الدوال سالبة الربع التالت اللي هو من مية وتمانين الفترة المفتوحة لبتين وسبعين هيبقى اللي موجب الزاو الزطة الدوال المسلسية الدالة المسلسية زاو الزطة مقلوبها والباقي سالب وربع الرابع من متين وسبعين الفترة المفتوحة لتواتمان وستين الدالة المسلسية جتا ومقلوبها قام وجب والباقي سالب طيب لحد كده قدرنا نخرج بإشارات عن طريق دايرة الوحدة إشارات الدوالة المسلسية ودي مهمة جدا نقدر نقول برضو ان الدوالة المسلسية لزوالة المتكافأة لها نفس الإشارات الدوالة المسلسية لزوالة المكافأة لها نفس الإشارات على حسب الربع اللي وقع فيه طيب معنى كده لو انا جيت مسلا بصي اللي كده عزيز الطالب لو انا هنا عملت جدول مسلا كده الجدول ده عبارة عن الربع الاول زي ما ستفهمتك من شوية الفترة اللي بتنتمي ليها سيتا من سفر البي على الاتنين الربع الاول يبقى اشارة الجتا ومقلوبها قا او اشارة الجا ومقلوبها آآ القطة او اشارة الزا ومقلوبها الزا كله ده موجب الربع التاني يبقى اجي هنا عند الجا والقطة موجب والباقي سالب الربع التالت اجي على الزا ومقلوبها موجب والباقي سالب الربع الرابع اجي على الجتا والقا موجب والباقي سالب نفهم الحاجات دي ونخل باننا منها يبقى كده خدنا تلات مفاهيم فاضل مفهوم لموضوع الدوالة المسلسية قبل ما ناخده نحل المسألة دي بتقول عين اشارة كل من الدوالة الاتية جا مية وخمسين زا تلتمية جتا سبعمية درجة جا سالب تلاتين درجة زا سالب مية وتلاتين درجة جا تلاتين درجة اول واحدة اما اقول المية وخمسين درجة دي المية وخمسين درجة دي بتقع في الربع التاني ما بين التسعين والمية وتمانين الدوالة المسلسية بتاعتها مين جا والربع التاني اللي موجب فيه الجا ومقلوبها قطع. اذا جا مية وخمسين درجة اشارتها موجبة. طيب المسألة التانية زا تلتمية. التلتمية دي تلتمية درجة بتقع في الربع. بتقع في الربع اللي. الربع الرابع. تقع في الربع الرابع. الرابع الرابع ده للمسلسية الموجبة في الجتا والقا. طب هي زا. اذا تلتمية سالبة. وبقولي عين اشارات الدول دي كلها. المسألة التالتة بتقول جتا سبعمية. طبعا السبعمية دي اكتر من تلتمية وستين. اي قياس زاوية اكتر من تلتمية وستين بنجيب اصغر قياس موجب ليها اقل من تلتمية وستين. يعني السبعمية هنخفض منها دورة ناقص تلتمية وستين. تطلع سفر اربعة آآ تلاتة. تطلع تلتمية واربعين. يعني جتا سبعمية هتكافئ جتا تلتمية واربعين. طب تلتمية واربعين وعا في اهن الربع. في الرابع. وبدان في الرابع ودل المسلسية عندي جتا. اذا جتا سبعمية موجبة. نامر اربعة بيقول جا سالب تلاتين درجة. الكاس السالب اجيب منه الكاس الموجب. يعني سالب تلاتين اجيب الكاس الموجب ليه هتطر اضيف لها موجب تلتمية وستين تطلع تلتمية وتلاتين درجة. تلتمية وتلاتين درجة دية مع الجا سالبة لاني وقعها في الربع الرابع. دي في الرابع يبقى اذا جا سالب تلاتين سالبة. بنفس الحكاية زا سالب مية وتلاتين نجيب الكاس الموجب. سالب مية وتلاتين هضف لها دورة موجبة تلتمية وستين يطلع سفر تلاتة اتنين. متين وتلاتين في الربع التالت. الربع التالت مع الزا موجب. يبقى اذا زا سالب مية وتلاتين سالبة. اه موجبة. موجبة. عشان الربع التالت الزا موجبة. اما اقول جتا سالب سبعين. برضو سالب سبعين هجيب الكاس الموجب ليها هضف لها موجب تلاتمية وستين يطلع متين وتسعين. يعني معنى كده المتين وستسعين دي تقع في الربع الرابع مع الجتا اذا موجبة. يعني اذا الجتا سالب سبعين درجة موجبة. عمل اياه سهلة جدا. اه لو جاب لك كاس سالب هاته الكاس الموجب وحدد في اهل ربع واعرف اشارة اه الدل المسلسية. وهنا الربع الاول كل الدوال موجبة. تنكز اوي. الربع التاني. اللي هو الفترة المفتوحة من تسعين لمية وتمانين. جاء ومقلبها. قطع. موجبة والباقي سالب. الربع التالت اللي هو الفترة المفتوحة من مية وتمانين لمتين وسبعين درجة. عبارة عن الزا ومقلبها موجبة. وباقي الدوال المسلسية سالبة. الربع الرابع الدلة المسلسية جتة وقاء في الربع الرابع اللي هي الفترة المفتوحة من 270 إلى 260 وباقي الدواء موجبة الجتة والقاء والباقي سالب جاب لي في مسألة زاوية سالب أجيب الكاس الموجب وعرف أهل رابع وأحدد إشارة الدلة المسلسية عملية سهلة جدا بسيطة طيب ناخد بقى فكرة يعني فيها تفكير شوية بسيط بتقول إيه المسألة دي بقى بتقول إذا كان به إذا كانت به نقطة إحداثها سين ونص نقطة تقاطع الدلع النهائي لزاوية موجهة قياسها سيتا في الوضع القياسي مع دائرة الوحدة حيث سيتا تنتمي للفترة المفتوحة تسعين درجة ومية وتمينين درجة يعني ربع التاني هات جميع الدوال المسلسية للزاوية سيتا طيب المسألة بيقولي النقطة بيه اللي هي السين ونص نقطة نقطة تقاطع الدلع النهائي معايا الدلع النهائي لزاوية موجهة لزاوية موجهة قياسها سيتا في الوضع القياسي مع دائرة الوحدة حيث سيتا تنتمي للفترة من تسعين لمية وتمينين الفترة المفتوحة هات جميع الدوال المسلسية للزاوية سيتا انا عايز اتكلم على كلمة الوضع القياسي دي يعني الطالب بيسأل ايه هو الوضع القياسي الوضع القياسي للزاوية لازم يتحقق من شرطين الوضع القياسي نفهم من المعلومة العرية دي الوضع القياسي للزاوية الموجهة بيتحدد بشرطين اول حاجة دلعها الابتدائي يقع في الاتجاه الموجب لمحور السنات الشرط التاني اني لازم رأس الزاوية بيقع رأس الزاوية هو نقطة الاصل نقطة الاصل في اي نظام احداثي متعابد يبقى الوضع القياسي ليه شرطين الشرط ان رأس الزاوية هو نقطة الاصل لأي نظام احداثي متعابد ودلعها الابتدائي هو الموجب لمحور السنات نرجع للمثالتنا دي سين ونص الزوج المرتب سين ونص ده هنقول له عند اي نقطة سين وساط على دائرة الوحدة نكتب معادلتها بقى ان سين تربيع معادلة الوحدة زى الصات تربيع بتساوي واحد السين هي السينة يعني سين تربيع زائد الصات بنص يبقى نص تربيع بتساوي واحد يعني سين تربيع زائد ربع بتساوي واحد هوادل دي ناحية التانية يعني سين تربيع تطلع واحد نقص ربع يطلع تلات تربع يعني سين بتساوي موجب او سالب جزر ثلاثة على الاتنين. حلو قوي. هو هنا ربطق الزاوية بشرط. الزاوية وقع في الربع التاني. اقول تاني. الزاوية وقع في الربع التاني. يعني الربع التاني اتجا موجبة. ومقلوبها قطم وجبة. لكن اي ده لغير كده سلبة. طب هو الزوج اسمه سين ونص. يبقى الجام وجبة. يبقى لازم الجتة دي للاحداث السيني يكون سالب. ولذلك هختار سين سلبة. يبقى اذا سين سالب جزر ثلاثة على اتنين عشان هو ربط بشرط ان سي توقع في الربع التاني. يبقى لازم الجام وجبة هي? يبقى اختار سين بسالب جزر ثلاثة على اتنين. ويصبح الزوج المرتب. يصبح الزوج المرتب بدل سين ونص. هيبقى سالب جزر ثلاثة على الاتنين ونص. بحيث قال للزاوية تقع في الربع التاني. يبقى انا بحافظ على الجام وجبة. يبقى لازم الجتة اختار لها الاحداث السالب. انا عايز بقى الدولة المثلثة. يبقى الدولة المثلثة. ما قالش اساسية يبقى لازم اجيب له التلاتة اصل وتلاتة مقلوب. هقول يبقى جا سيتة الاحداث الصادي نص. جا سيتة الاحداث السيني سالب جزر ثلاثة على الاتنين. الزاوء عبارة عن الصادع السيني يعني عبارة عن زا سيتة عبارة عن نص. على سالب جزر ثلاثة على الاتنين تطلع. الاتنين راحت مع الاتنين تطلع سالب واحد على جزر ثلاثة. ده زا سيتة. مقلوب الجا قطر. يبقى قطة سيتة. اللي هي واحد على صاد. يعني هنشقلب دي. يبقى اتنين على واحد يعني باتنين. والقا سيتة. القا سيتة اللي هي معناها واحد على سين. مقلوب السين. القا يبقى هنشقلب دي يبقى سالب اتنين على جزر ثلاثة. الزا سيتة. مقلوبها زا سيتة. هتبقى بدل سالب واحد على جزر ثلاثة. اللي هي تعتبر سين على صاد. اللي هي تعتبر زا سيتة سين على صاد. لكن زا سيتا صاد على سين. هيعن ان شقل بالكسر ده يطلع سالب جزر ثلاثة. يبقى هو ميزة الربع اللي بيدهولك عشان تحدد الشارة الجاو الجاتة وتقدر بينها تجيب باقي الدوال المسلسية عملية سهلة. لكن في نفس الوقت انا باعتمد اعتماد اساسي على دائرة معادلة دائرة الوحدة سين تربيع زا السطر بيع بتساوي واحد. وباهتمد بشارات الربع اللي انا بقررها لك. تاني. الربع الاول هو الفترة المفتوحة من سفر التسعين كل موجب. الربع التاني الفترة المفتوحة من تسعين لمئة وتامانين مافيش غريف جاو القطم موجبة والباقي سالب. وربع التالت اللي هو فيه سين سلبة وساط سلبة يعني تطلع من هنا. ان الزا والزاتة موجبين وباقي الدوال سلبة. الربع الرابع اللي هو من مئة 200 و 70 إلى 600 ينسيين اللي فيه سين موجبة وساط سلبة. وعلى حسب كده قدروا يقولوا ان الجاتة موجبة والقام موجبة وباقي الدوال سالب. يبقى انا خدنا لحد الان عزيزي طالب الصف الاول السنوي تلات مفاهيم. اول حاجة ايه هي دايرة الوحدة? وهي الدوال المسلسية للزاوية الحد مقلباتها على دايرة الوحدة? والمفهوم التالت استخرجنا الاشارات بتاعت الدوال المسلسية او المكافأة ليها نفس اشارتها من دايرة الوحدة? هنيجي ناخد المفهوم الرابع والاخير في موضوع الدوال المسلسية. الدوال المسلسية لبعض الزاوية الخاصة. يبقى هنكتب كده. الدوال المفهوم الرابع. وده اخر حاجة بالنسبة للموضوع ده. الدوال المسلسية لبعض الزاوية الخاصة. الزاوية الخاصة هنا بتنقصب للمعين. زواية بيقولوا عليها ربعية او محورية. زي السفر درجة او تلتمية وستين درجة. التسعين درجة. المية وتمانين درجة. ميتين وسبعين درجة دي زواية ربعية. او محورية. وبعد الزاوية الخاصة زي تلاتين درجة وستين درجة وخمسة واربعين درجة هنجيب الحاجات دي. طبعا احنا عارفين من دايرة الوحدة. بص كده معايا. الزاوية لو سفر او تلتمية وستين. احداث النقطة اللي بيعينها دلعها النهائي مع دايرة الوحدة. سفر او تلتمية وستين قلنا واحد و سفر. لان دايرة الوحدة تلتمية وستينها في النقطة واحد و سفر. اجاه الاحداث التاني اللي هو صاد يبقى اجاب سفر. اجاه الاحداث السيني واحد. الزاوية الصادية على السيني يعني سفر على واحد بسفر. التسعين درجة من دايرة الوحدة قلنا عليها سفر واحد. اهي سفر واحد. يبقى بقدر اجيب من الزوج المرتب على دايرة الوحدة. اطلع الدولة المستلسية في ثانية. يبقى سفر واحد. اجاه تاخد واحد الاحداث الصادية والجتل الاحداث السيني سفر. وبعدين الصاد على السيني واحد على سفر يبقى غير معرف. طب الزوج بتعمق هنا الزاوية مية وتمانين. اه دايرة الوحدة بتقطع محور السينات لسلب واحد و سفر. يبقى الزوج اسمه الصادي سفر. وجتة الاحداث السيني سلب واحد. وبعدين الزاوية سفرة على سلب واحد بسفر. ميتين وسبعين دايرة الوحدة. اهي زي ما انت شايف. بتقطع محور السادات في سفر وسلب واحد. يبقى الزوج بتاعها سفر وسلب واحد. اجاه سلب واحد وجتة بسفر. والزاوية سلب واحدة سفر بقى غير معرف. التلاتين. انت خدت الزوية الخاصة تلاتين وستين وخمسة واربعين. طبعا فاكر انت من اعدادي ادي زاوية تلاتين. هنقول واحد النسبة بتاعتها واحد اتنين جزل تلاتة. لان الدلع المقابل لزاوية تلاتين في المثالث كان نص الوطر. دا واحد يبقى هنا اتنين. من في سورس يطلع دا جزل تلاتة. يعني قدر اقول الجاه مقابل على وطر. يعني نص. والجتة مجاور على وطر. يعني جزل تلاتة على اتنين. يبقى هنا جاه تلاتين بنص. جتة ها تلاتين بجزل تلاتة على اتنين. يعني يبقى الزوج احنا بنكتب الاول السين وبعدين الصاد. السين اللي هي جتة. يبقى جزل تلاتة على اتنين. والصاد اللي هي الجاه نص. يبقى الزوج بتاعها جزل تلاتة على اتنين زي ما انت شايف كده. طيب. يبقى الجاه بتاعتنا الاحداث الصاد نص. والجتة جزل تلاتة على اتنين. وبعدين نقسم نص على جزل تلاتة على اتنين الزاوية. يطلع واحد على جزل تلاتة. الستين اهي. هادي المثلث. هادي ستين. لو حبيت ادي واحد اتنين جزر تلاتة. لو جبت الجاة ستين يطلع جزر تلاتة على اتنين. جتا ستين يطلع ميجاول على وطن يطلع بنص. طب ما عمل الزوج يطلع نص وجزر تلاتة على اتنين. اجيب منها الجاة والجتا والزاوية. الزاوية خمسة واربعين عارفين النساء اللي انت خطوها برضو في الصف في العام الماضي. واحد واحد جزر اتنين. عشان ده مسلس متصوص ساقين وقائم. الجاة يبقى واحد على جزر اتنين. والجتا واحد على جزر اتنين. بكتب الجتا الاول بعدين الجاة يبقى واحد على جزر اتنين واحد على جزر اتنين. يعني الجتا واحد على جزر اتنين. الجاة واحد على جزر اتنين لاحداث الصادي. الجتا لاحداث الصيني واحد على جزر اتنين. اقسم الصادي على الصيني يطلع بواحد. ومن هنا دي الدواء المثلسية كلها الاساسية. قدر اجيب كل المقلوبات عن طريق النواتج دي اشاء اللي بالنتج. عزيز الطالب يفهم ان المقلوب الواحد واحد. مقلوب سلب واحد سلب واحد. مقلوب النص اتنين على واحد. مقلوب جزر تات على اتنين. اتنين على جزر تلاتة. مقلوب السفر غير معرف. والغير معرف مقلوب السفر. لازم يفهم الحاجات الاسهادية. نشوف مسألة بقى على المفهوم الرابع بتاع الدوال بتاع الدوال المسيسية لبعض دوال خاصة. بتقول ايه المسألة بسرعة كده بيقول اثبت ان جا تلاتين زائد جا خمسة واربعين جا تلاتين زائد جا خمسة واربعين في جا ستين في جا تتسعين بتساوي جا باي على الاتنين زائد جا باي على ستة جا تباي على تلاتة زائد جا تربيع باي على تلاتة جا تلاتة باي على الاتنين عايز اثبت المتساوية دي طيب هقول الايمن في المسألة جاء تلاتين درجة زائد جاء خمسة واربعين درجة جاء ستين درجة جاء تسعين درجة. انا ببقى حافظهم وعارفهم. دي جاء تلاتين بنص. التانية جاء خمسة واربعين اللي هي واحد على جزر اتنين وجاء ستين فيه جزر تلاتة على الاتنين. والجاء مع التسعين الجتة بتاعتها بسفر. طبعا ده كله طار هتبقى لاجابة بنص. ده الطرف الايمن. الطرف الايصر جاء باي على الاتنين. زائد جاء باي على ستة. جاء باي على تلاتة. زائد جاء تربيع باي على تلاتة. جاء تلاتة باي على اتنين. باي على اتنين يعني تسعين. وجاء تسعين بواحد. باي على ستة يعني مية وتمانين بالتقدير الستين. على ستة يعني جاء تلاتين بنص. مية وتمانين على التلاتة يعني جاء تلاتين بنص. زائد. جاء باي. جا باي على ثلاثة يعني جا تربيع باي على ثلاثة يعني جا تربيع ستين وجا ستين بجزر ثلاثة على اثنين لكل تربيع بعد كده جا ثلاثة باي على اثنين اللي هي جا متين وسبعين افرد ناسي المتين وسبعين هنا دالة الوحدة بتقطع محور الصادات فين في النقطة سفر وسالب واحد انت عايز مين يا حبيبي الجا اللي هو الاحداث الصادي يعني في سالب واحد دي واحد زائد نصف نصف ربع وهنا دي سالب المربع دي يبقى ثلاثة على اربع يعني واحد وربع هنشيل منه تلاتة اربع هتطلع بنصف ازن الطرفين متساوين ازن انت من الازواج المرتبة للزوايا تقدر تطلع من غير استخدام آلة ومن غير اي حاجة اه فيها طيب في مسألة بقى تفكير كده ابداعي اخدها حبل ان الحلقة تخلص بتقول زاوية موجهة زاوية موجهة طبعا في الاول في اختيار الجا سلبة وجتها موجهة بيبقى ربع 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 تختار ربع ربع جميع الزاوية طيب جميع الزاوية الموجهة اه اللي بتقع في وضعها الكياسي بكلها نفس هنقول الدلع الابتدائي في مسألة هنا بتقول زاوية موجهة قياسة سيتا يقطع دلعها النهاء دائرة الوحدة في النقطة سين وصد في وضعها الكياسي في زا كان زا سيتا زا الزا سيتا بتلاتة يعني اقول زا سيتا زا الزا سيتا بتساوي تلاتة الزا دي مين اللي هي عبارة عن صد على سين والزا سين على سات بتساوي تلاتة واحد المقام يبقى سات تربيع زا السين تربيع على سين سات ده بدأ وده بدأ والمقام ما في بعض بساوي تلاتة دي دايرة وحدة عشان هو ألف دايرة وحدة يبقى واحد على سين سات بتساوي تلاتة اقلب يبقى سين سات هتساوي تلات عايزي سنتك قا سيتا قا تا سيتا طبعا نما نيجي نسنتك القا القا دي مقلوب الجات اللي هي واحد على جاة سيتا والقطة مقلوب الجاة واحد على جاة سيتا يعني الجاة اللي هي السين والجاة اللي هي الصاد هيبقى واحد على السين الصاد يعني تطلع بطلط كده انتهينا من درس الدوال المسلسية اتمنى لكم التوفيق والنجاح واللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله شكرا